اشتركوا في القناة بمواصفات حديثة وبأسعار تنافسية دون الالتزام بشروط معينة تتعلق بالدخل أو الاستفادة السابقة من الدعم الحكومي ما هو السكن الترقوي الحر؟ البي بي يعد السكن الترقوي الحر واحدا من البرامج السكنية الرائدة التي تهدف إلى تيسير امتلاك المنازل للجزائريين بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم يتميز هذا النوع من السكن عن غيره من البرامج كعدل والسكن الاجتماعي بتقديم فرصة شراء مباشرة دون الحاجة للتمويل الحكومي المعقد مما يمنح الأفراد حرية أكبر في تملك منزلهم يوجه هذا البرنامج بشكل خاص لأولئك الذين يستطيعون تغطية تكاليف السكن بشكل كامل أو عبر دفعات مرنة ليكون بذلك خيارا متميزا لمن يسعى للاستقرار والتمتع بحياة مستقلة شروط التسجيل في السكن الترقوي الحر من أبرز الميزات التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق ب البي بي هي إلغاء الشروط التقليدية التي كانت تفرض سابقا في برامج السكن الأخرى مما يجعل هذه الصيغة أكثر مرونة ومع ذلك هناك بعض النقاط المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عدم اشتراط مستوى دخل معين يمكن لأي مواطن التسجيل في هذا البرنامج بغض النظر عن مستوى دخله الشهري سواء كان منخفضا أو مرتفعا عدم اشتراط الاستفادة السابقة يمكن للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من برامج السكن أو الذين يمتلكون قطع أراض أو عقارات التقديم الدفع نقدا أو عبر التحويل البنكي لا يتطلب التسجيل في البرنامج المرور عبر التمويل البنكي مما يمنح مرونة أكبر في طرق الدفع القدرة على التسجيل في أي ولاية يتيح البرنامج للمواطنين إمكانية التسجيل في أي ولاية من الولايات الجزائرية بغض النظر عن مكان إقامتهم أسعار السكنات الترقوية الحرة تختلف أسعار السكنات وفقا للموقع الجغرافي والمساحة وفقا للتفاصيل الواردة فإن الأسعار تبدأ من 950 مليون سنتيم للشقة الواحدة قد تزيد الأسعار بناء على موقع السكن والمساحة الإجمالية تشمل الأسعار الضرائب والرسوم الأخرى مما يعني أن السعر الإجمالي قد يتجاوز السعر الأساسي المعلن كيفية الدفع يتم دفع ثمن السكن على ثلاث دفعات رئيسية الدفعة الأولى تبلغ قيمتها 50 مليون سنتيم وتدفع خلال شهر من استلام إشعار الدفع الأول الدفعة الثانية قيمتها 100 مليون سنتيم وتدفع أيضا خلال شهر من تاريخ استلام إشعار الدفع الثان الدفعة الثالثة تغطي النسبة المتبقية من قيمة السكن وتدفع حسب الاتفاق المبرمي بين الطرفين خطوات التسجيل التسجيل الإلكتروني يتم التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إرسال الملف بعد قبول طلب التسجيل الأولي يتم إرسال الملف الورقي للوكالة المعنية مراجعة الملف تخضع الملفات لمراجعة دقيقة للتأكد من استفاء المتطلبات الوثائق المطلوبة للتسجيل استمارة التسجيل طلب الاكتتاب وثائق شخصية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة ملاحظات مهمة التسجيل في صيغة السكن الترقوي الحر LBB يتميز بالسهولة والمرونة حيث لا يتطلب أي شروط معقدة مثل إثبات الحد الأدنى للدخل أو إثبات عدم الاستفادة السابقة من دعم الدولة هذه المرونة تجعل من البرنامج خيارا متاحا للجميع بدون تعقيدات بيروقراطية أو شروط قاسية قد تحد من إمكانية الاستفادة يستهدف هذا البرنامج جميع المواطنين الجزائريين الذين يسعون للاستثمار في سكن عصري يتسم بالمواصفات الحديثة والتجهيزات المتميزة ويمنحهم فرصة تملك منزل في بيئة سكنية متطورة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم كما أن البرنامج يتيح للمستفيدين فرصة شراء السكن بأسعار مرنة تتناسب مع قدراتهم المالية مما يفتح أمامهم أبواب الاستقرار والراحة دون الحاجة للقلق بشأن القروض المعقدة أو الإجراءات البيروقراطية الطويلة برنامج السكن الترقوي الحر يمثل فعلا فرصة ذهبية لمن يبحثون عن السكن المثالي بأسعار معقولة ويتيح لهم تحقيق حلم تملك منزل خاص وفقا لخطط مالية مرنة وسهلة التنفيذ ما يجعله من بين الخيارات الأكثر جذبا للمواطنين الذين يطمحون للاستثمار في مستقبلهم السكني بشكل مستدام تسعى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من خلال برنامج السكن الترقوي الحر إلى توسيع دائرة المستفيدين مقدمة حلولا سكنية مرنة ومتنوعة تتماشى مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع مما يعكس التزامها بتوفير الفرص السكنية للجميع هذا البرنامج يفتح المجال أمام الكثيرين لتحقيق حلم تملك منزل عصري بأسعار معقولة في بيئة سكنية متطورة نحث جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة القيمة على متابعة الموقع الرسمي للمؤسسة والتسجيل في الوقت المناسب لضمان الحصول على وحدة سكنية تلبي تطلعاتهم وتحقق لهم الاستقرار والأمان فالختام يعد السكن الترقوي الحر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتقدم الشخصي فهو لا يقتصر على كونه مجرد خيار سكني بل يمثل فرصة لبناء مستقبل أكثر إشراقا لا تدع هذه الفرصة تفوتك فقد تكون بداية لرحلة جديدة نحو الاستقلال والازدهار سجل اليوم وابدأ في بناء منزل الأحلام الذي تستحقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر